بسم الله الرحمن الرحيم موضوع جديد معنا في تريند يلا كورة موضوع ربما ما تكونش حد اثاره كتير في الاعلام الرياضي في الوقت الاخير لكن انا شايف ان هو موضوع مهم ولازم اعتقد ان الانديه كتير تستفيد منه اذا فعلا اتطبق بالشكل الجديد له ايه هو الموضوع موضوع هو الفرق ما بين منصب اي مدير الكورة والمدير الرياضي ربما يكون تعودنا ان اي جهاز فني للكورة في مسوأ نادي او منتخب بيبقى فيه منصب مدير الكورة ممكن منصب المدير الرياضي منصب بالاسمعه في اوروبا بس مش بتعودين عليه في مصر لكن هل السؤال الوقت اللي بيطرح نفسه هل الامدان المصرية بقت في حاجة لمنصب مدير الكورة في فرق كورة القضاء بتاعتها هل فعلا منصب ده النهاردة بقى بنفس القوة وبنفس الفعالية اللي كان عليها فيه فترات سابقة مثلا التسعينات او التمانينات لما كانت الكورة بتاختو خطواتها الاولى ناحية الاحتراف طيب وايه الفرق ما بين منصب مدير الكورة ومدير الرياضي ببساطة انا اشرح الفرق الاول ما بين المنصبين ببساطة مدير الكورة او مدير الكورة بالذات هو منصب اداري انضباطي ليس منصب فني يعني المنصب ده في مصر احنا متعودين عليه انه له دعوة بالتنصيق ما بين اللعبين ضبط اللعبين متابعة اللعبين اداريا ومعنويا لكن ملوش دعوة خالص بالامور الفنية لكن منصب مدير الرياضي بالشكل اللي احنا شايفينه في اوروبا لا شكل مختلف خالص ليه لان منصب مدير الرياضي بره ببقى مختص به الشكل العام لفريق كورة القدم هو اللي بيتابع المدير الفني هو اللي بيقايمه وهو اللي بيشوف احتياجاته هو اللي بينصق معاه هو اللي بيجتمع معاه عشان يدرس معاه اسباب الاخفاقات او حتى ازاي نطور الاسباب اللي بتخلينا نحقق نتائج ايجابية وبالتالي ده مختلف عن ده ببساطة مدير الكورة في مصر ولا هو بيريبورت ليه المدير الفني ولا مدير الفني بيريبورت ليه مدير الكورة والحد ما اللي اتنين على نفس المستوى يعني ولا ده مدير ده ولا ده مدير ده والاتنين اكيد طبعا بيتواصله مع لجنة الكورة او مجلس الادارة اللي بتعود عليه في مصر السؤال بقى هل في الوقت الحالي فيه حاجة او فيه فايدة من الشكل الاداري اللي احنا شايفينه ده انا بقول لأ واحد من اكبر المشاكل اللي بتواجه ممكن الاندية في مصر هو وجود منصب مدير الكورة انا في وجه النظر ده من المناصب اللي لازم الاندية المصرية تتجه لالغاءها ليه اشرف ببساطة اي منظومة في الدنيا لازم يكون ليها رئيس واحد لازم يكون ليها ليدر واحد لازم يكون ليها قائد واحد هو اللي بيسيطر عليها هو اللي بيحدد اهدافها وهو اللي بيقيم اللي بيشتغلوا معاه في المنظومة النهارة ببساطة لما اجيب اقول للمنظومة دي فيها منصبين المنصبين على نفس الدرجة ببساطة جدا اي اي فريق فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين ببساطة ممكن ينقسم مجموعة وحتى ثقاتها فيه مدير الفني ومجموعة حتى ثقاتها فيه مدير الكورة طب نفترض المدير الفني اختلاف مع مدير الكورة اداريا مين اللي كيمته هتمشي فبالتالي انا بشوف ربما قبل كده كان فيه داعي لمنصب مدير الكورة لكن في الوقت الحالي مفيش وادلل على كلامي ده بمسألة بسيط جدا منذ ان الاندية المصرية بدأت تستدع ان هجيب جهاز فني اجنبي متكامل يعني جهاز فني فيه مدير فني مدرب مساعد مدرب احمال مدرب حراس مرمى محلل اداء حلو عمرنا سمعنا ان مدير فني اجنبي جه طلب وقال يا جماعة انا جايب معايا مدير كورة عمرها ما حصلت مستحيلة عمرها ما حصلت برا في اوروبا هل الوقت فيه اي جهاز فني اي فريق في العالم فيه منصب مدير كورة لأ ليه عشان الناس برا عرفوا ان المنصب ده خلاص فقط اهميته بعد ما منصب المدير الفني بقى التاسكس اللي عليه كتيرة هو المفروض يبقى القائد الوحيد في الفريق هو المفروض يبقى صاحب الكلمة الوحيدة في الفريق برا شافوا من فترة ان خلاص مبقاش فيه داعي ليه المنصب ده ويجب التعويض عنه بمنصب تاني بقى مش ظاهر قدامنا وهو منصب المدير الرياضي الراجل الاداري حلقة الوسط ما بين فريق الكورة وما بين الادارة اللي بتدير النتي ده المدير الرياضي هو الراجل اللي عنده خلفية كرة قدم هو اللي عنده خلفية فنية هو اللي هيحاسب المدير الفني اليه لعبت 4 4 2 او لعبت 4 3 او لعبت 4 1 اول او لعبت what'd you do كذلك طبيعي مجلس الادارة ترى ما يفهموش فيه الامور الفنية والامور التيكتكية برضو المدير الرياضي هو اللي هيسأل المدير الفني انتقي احتياجاتك من اللاعبين في فترة الانتقاليات الجاية هو اللي هيقايم هو اللي هيفهم الراجل ده فعلا بيطلب طلبات منطقية ولا بيطلب طلبات اي كلام المجيب عضو مجلس ادارة ربما ما يكونش لعب سابقه اكيد طبعا احنا لوقتي في عصر معظم اعضاء مجالس الادارات في الاندية كلها مش لعيبة وما عندهمش خبرات سابقة بكورت القدم فلما يجي مدير الفني يقول له مثلا انا عايز اللاعب الفلان فبالتالي تم حل هذه المعضلة بوجود منصب المدير الرياضي لكن المنصب ده ما بيبانش ما بيعودش على البنش بيعودش على الدكة ما بيتكلمش في الاعلام مالوش تصريحات فبالتالي الموضوع كله متساب للمدير الفني فقط وهو ده الامر اللي انا شايف احنا محتاجين هنا في مصر نروح له باسرع ما يمكن كل ما نروح له باسرع ما يمكن كل ما نطور المجال بتاعنا منصب مدير الكورة انا في وجهة نظري منصب بيدرب في اوقات كتيرة بمنصب المدير الفني هيحصل خلافات هيحصل خلافات مهما كان القدرة ومهما كان قدر الاستعاب ما بين الشخصين غزبا عنهم ممكن يجوا في وقت يختلفوا لو في لعيبة لها مطالب والمدير الفني ملفزهاش على طول هيروحوا لمدير الكورة وبالتالي ينتج عند ده ان الفريق هيحصل فيه تحذب هيحصل فيه مراكز قوة هيبقى الفريق فيه مجموعة شايفة ان مدير الكورة هو اللي بيجيب لها حقوقها ومجموعة شايفة اللي مدير الفني هو بيجيب لها حقوقها حتى المجموعة اللي مدير الفني مش هيستخدمها في اللعب او مش هيلعبها كتير او مش هيعتمل عليها في تشكيل الاساسي هتروح تشتكي لمدير الكورة احنا بنلعبش وممكن مدير الكورة يقولون والله دي وجهة نظر فنية ونخش تاني في نفس المعضلة وبالتالي انا بشوف حان الوقت للانباية المصرية ان هي تخطو نفس الخطوة اللي عميتها الانباية في اوروبا ان احنا نلغي منصب مدير الكورة ويبقى دايما المدير الفني بس هو صاحب الكلمة الوحيدة في الفريق سواء فنيا او اداريا او اندباطيا اعتقد دي حاجة هتفيدنا في الفترة الجاية ان شاء الله دا كانت وجهة نظر النهاردة في ترين دي الله كورة واكيد هستنى اراءكم عليها في الكومنت وان شاء الله برضو نتقابل في لايف خلال الاسبوع ده نتكلم عن نفس المضوع باذن الله شكرا لنزيدان كليم اشتركوا في القناة